استقبلت تنصقية شباب الأحزاب والسياسيين رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حسام الجمل وشهد هذا اللقاء عرض استراتيجية الجهاز 2020-2025 وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية والخطط المستقبلية في العديد من المحاور بما يحقق هدف تحسين وتطوير خدمات الاتصالات وحل الشكاوى الخاصة بجودة الخدمات تناول اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين تنصقية شباب الأحزاب والسياسيين والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال المرحلة المقبلة اتفق الجانبان على أهمية التوعية في مجال الأمن السبراني والتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية بالإضافة إلى تشكيل مجموعات عمل تهتم بهذا الملف مستقبل ترجمة نانسي قنقر